حبابي وحبابتي في الله موضع جديد واخبار جديدة على قناتي وقناتكم اليوم اخوتي تصدمنا كاملين وحتى انتم املي ستسمعوا هذه الاخبار ستصدموا اجيوا تشوفوا الهجوم الهجوم اخوتي اللي تهجموا على ساميرا وشكونا اخوتي اللي تهجم عليها وبغي يضربها في قلب الضار ديالها قبل ما نخليكم مع هذا الموضوع ومع هذا الاخبار لا تنسوا الاشتراك ولايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا اخوتي واخوتاتي بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا اليوم اخوتي ساميرا برتجت واحد البوست على الحساب ديالها الشخصي على المواقع الاجتماعية الصراحة اخوتي اتضمنا والله انا بعدها اتضمت ما قدهمش انهم خرجوا بالفيديوهات وطعنوها في شرفها وطعنوها في شرف دوليداتها وما قدهمش حردوا عليها الام والاب ديالها وما قدهمش قلسين كيشعلوا العوافي اتضموا الجاز او الليسانس على العافية باش كادي تزهر وتشعلهم زيال مع الزوج ديالها والعائلة ديال الزوج ديالها هذا الشي كله خرج من خوت هذا الشي كله خرج من حبايب والخوت اللي خرجوا من الكرش ديالها ديال الام ديالها واللي رضعوا معها نفس الحليب وترباوا في نفس الكرش اللي تربات هي فيها اجيو تشوف اخوتي الخوت فين كتوصل بهم الجراءة والحقارة والخبت اللي فيهم اخوتي فين وصلهم هاد الخبت وصل بهم اخوتي حتى انهم يهجموا على ساميرها في قلب الدار ديالها واجيو تشوف اخوتي ساميرا اش قالت اجيو تسمع ساميرا اش نقالت على فمها اخوتي ساميرا خرجات بواحد البوست واحد المنشور اللي بغيمو استمنى 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 اختها سعد والاخت ديالها نجيت هجموا عليها اخوتي في قلب الدار ديالها وقالت هجموا عليها وبغاو يضربوني ويخلقوا علي وليداتي وولادي بقين صغر وانا تضربت قدام اولادي والاب ديالي بالفقصة ديال هاد المشاكيل كاملة طلع لها السكار ووووه سينه للمستعجلات والاب ديالها الان يوجد في المستعجلات ما بين الحياة والموت من بعد ما اخرج بدك الفيديو مع الاخت ديالها ناجيت بالطبع التي تردت أعطوها and build video with her father and her family وهو حردتهم جيد وحتى مناحقها وما تردتز كما تردت تخافها أنتون أنتون تردت أخواتها لأن السند هذه أناس ذاكات العكاز الذي يجبون ال Matney من هنا يتردت أخذها لأن皆 لا يجب لكم ساميره لأنني لا تردتها لأنه تكون الحديث وماذا تحفرون لها وماذا تدبرون لها في المصائب الكهلة شوفوا أختي كيف حال من أخت كانت تقوم فيها وقد ندخلوها لديورنا وقد نفرشو لها وقد نأسوها ونوكلوها ونشربوها وقد تحفر لنا من مور ظهرنا وقد تغرقنا وقد تقدر تدخل أختها مع الرجل كيف حال من أخت خانت أختها مع الزوج ديالها كيف حال من أخت حملات من الزوج ديال أختها كيف حال من أخت طلقات اختها يحال من أخت تسببات تحرد عائلة الزوج ديالها على أختها كيف حال من أخت تدرك自يلاتها في خاصة به نخلق الجديد على كل أخت فعلا وكل أخت تقوموا عن حيات أختها ونعلق الله وعلى كل أخت تهضر في الشرف دي أختها لأن الشرف تكراه من شرفك وذلك الأخت اللي انتي تطعني فيها راح أختك وانت مك وبك وولدتها لك مك اللي ما كتشرف عاش تكون أختها حسبنا الله أخوتي والله العظيم أنا ما بقى تزعم مني كنشوف هذه الأخوات هكا وكيفش كيجبدوا المشاكل الساميرة وكيفش كيحفروا ليها وكيفش كحرشوا تاوليدي هم عليها عيب وعار والله تعيب وعار ما بقى مية أخوتي في هذه الحياة ومن بعد ما قدهم شادش كله مشوا هجموا على المرى للدار وضربوها وهجموا عليها وعيروها وخلعوا لها ولادها وانضربوا تقدموا ولادها وانهانة تقدموا ولادها عيب وعار عليكم احترموا ذاك الوليدات اللي مساكن كرفصين لباهم سامح فيهم وباهم عملهم شكا أنهم أولاده باركة عليها الظلم من جهة الزوج ديالها باركة عليها من المشاكين من جهة الزوج ديالها انتما كنخسكم توقفوا معها وتسندوها وتعاونوها استقعتوا انتما اللي كتحفروا ليها الحفاري وكترميوها وهي ولادها فيهم شو ما عليكم راح عيب وعار واش هي اللي كتسنى منكم انكم انتما توقفوا في جنبها وتكون هي قوية بكم استقعتوا انتما هم اللي كتضعفوها وانتما هم اللي كترميوها في العافية انتما هم اللي كتحرشوا عليها العائلة الزوج ديالها وانتما هم اللي كتحرشوا الوليدين ديالكم عليها وتتحرشوا عليها الناس والمشاهدين والك ربي كبير كتبي نان صاحتي الر peeب وليك والله كستنى موش رؤوس من المضي 원عك والشهد ذات الرمال 문제 خرجي einegenばいฉ Chic وهو السند والله هو القوى والله هو اللي هو يعطى لي يحيد راهل بنادم كيبغي يحيد لك مكير نريك investان بنادم مكير يشوفك مزيدين وفرحانين في الحياة كيبغي دائما في ان تشوفك والمشاكل يحسدك ان تلك الفقصة ولها مت Rogay كل محسود الذي يحسد أخوه المسلم الذي يعطيه اللي ساميره فيه شو نقول لكم أخوتي أنا وصلت نهاية الفيديو في صراحات شي ما بقاش يعجب وانا جأرت ونقول لكم أخوتي نتلقاكم فيديو جديد وأخبار جديدة وما تنسوني بلايك وبرتج هذا الفيديو الله يجازيكم بخير ومع ألف سلامة